المادة الثانية المادة الثالثة التي تم البدء فيها ويصدر الوزير المعني بشؤون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قرارا بآلية توفيق أوضاع تلك الملفات المادة الرابعة يلغى باب الثامن من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 المادة الخامسة يصدر الوزير المعني بشؤون العدل القرارات التنفيذية للقانون المرافق وذلك خلال ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الرسمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر